مرحبا بكم سنقلب معكم عددا من الملفات نبدأ الساعة الأولى من الحرة الليلة من تطورات الأزمة الأوكرانية أنا جرير دبابني إذ شهدت العاصمة الروسية حراكا سياسيا تمثل بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين بالمستشار الألماني في محاولة لتخفيف التوتر مع الدول الغربية المستشار الألماني أولف شولتس أكد أنه ورغم خطورة الوضع الحالي فإن إيجاد حل للأزمة أمر ليس ميئوسا منه ووصف إعلان انسحاب قوات الروسية من على الحدود الأوكرانية بأنه يشكل إشارة جيدة أمر رئيس الروسي فلاديمير بوتين فأكد أنه يريد مواصلة العمل مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا مشيرا إلى أن بلاده لا تريد الحرب وعلى الأرض أعلن الكراملين بدأ عملية سحب مقررة لجزء من القوات العسكرية بعد إنهاء تمارين عسكرية وهو ما نفاه الناتو والذي أكد أنه لم يرى أي تخفيف للوجود العسكري الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا لكنه وصف إشارات موسكو لمواصلة السوبل الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا بالأمر الإيجابي يأتي هذا فيما صوت مجلس الدوماء الروسي على قرار يعترف بانفصال إقليمي دانيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا ودعا الرئيس بوتن إلى إقراره وهو ما ندد به الاتحاد الأوروبي الأسئلة هنا عن انعكاسات عودة قوات روسية إلى قواعدها على الحراك الدبلوماسي في موسكو وما تأثير ذلك على مساعي ألمانيا لتخفيف التوتر وهل اعتراف روسيا بانفصال الإقليمين عن أوكرانيا إجراء مرد لوقف أي حرب محتملة الخيارات الدبلوماسية لم تستنفت بعد والمهمة الآن يجب أن تكون العمل بحزم وشجاعة من أجل حل سلمي لهذه الأزمة ما نسمعه الآن عن سحب بعض القوات هو علامة جيدة على أي حال ونأمل أن يكون هناك المزيد أن نريد هذا أم لا؟ بالطبع لا وهذا هو بالضبط سبب طرحنا مقترحات لعملية مفاوضات نحن على استعداد لمزيد من العمل معا نحن مستعدون للسير في مصار المفاوضات ولكن كل الأسئلة يجب أن تكون مطروحة ينبغي نظر فيها ككل كما ذكرنا سابقا نحن مستعدون لمناقشة العلاقات بين النيتو وروسيا والأمن الأوروبي بما في ذلك الموقف في أوكرانيا وأيضا الشفافية والحد من انتشار الأسلحة لكننا لن نتنازل عن مبادئنا الأساسية فكل دولة لها حق اختيار مسارها ولن يكون هناك أبدا أعضاء من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية في النيتو كلنا حلفاء في النيتو وقد صعدنا دفاعاتنا كي لا يكون هناك أي مجال نسوء الفهم والحسابات كما نشرنا المزيد من القوات والطائرات والسفن وقمنا بزيادة استعداداتنا بالنسبة لقوة الرضع الخاصة بالنيتو كما عززنا قواتنا في منطقة البلطيق جددت سفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث تهديد بأن روسيا ستواجه عواقب وخيمة في حال شنت هجوم على أوكرانيا مشيرة إلى أن واشنطن تتحقق من التقارير عن سحب روسيا عددا من جنودها من الحدود مع أوكرانيا جميع الحلفاء متحدون في إيصال رسالة قوية لروسيا إذا هاجمت أوكرانيا مفادها أنهم مستعدون لفرض عقوبات جدية على موسكو أمام روسيا الآن الخيار إما مسار الدبلوماسية الذي يمكن أن يؤدي إلى السلام والأمن أو مسار المواجهة الذي يؤدي إلى النزاع وفرض عواقب وخيمة عليها نشعر بالقلق على مواصلة روسيا التصعيد في المنطقة ولكن نبقى ملتزمين باتباع مسار الدبلوماسية إذا كان ذلك خيار موسكو يوحي الفيديو الذي بثته وزارة الدفاع الروسية حول انسحاب بعض الجنود المتمركزين قرب حدود أوكرانيا بعد استكمال مناوراتهم كما قالت بأن الذعر الدولية من اجتياح مرتقط تحضر له موسكو لجاراتها لم يكن في محله ولكن فيديوهات الناشطين عبر الفضاء الافتراضي ترسم مشهدا مغايرا فالفيديوهات التي تحرت شبكة سيينان بشأن صحة مواقعها تبين استقدام تحشيدات روسية برية وجوية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية إلى المدن والبلدات المتاخمة لحدود أوكرانيا في الشمال الشرقي والجنوب وبدأ حلف الأطلس النيتو وكأنه يؤكد صحة ما أوردته الفيديوهات حين أعلن أمينه العام ينس تولتنبرغ بأن الحلف لم يلحظ ما من شأنه أن يوحي باتخاذ موسكو إجراءات لخفض التصعيد قرب أوكرانيا وإن أبدى تفاؤلا حاذرا بشأن انفتاحها على المساعد ديبلوماسية ومع هذا فقد بدت كييف متفائلة بنجاح الجهود الدولية في تلافي أسوأ سيناريوهات أزمتها التي أرقت أوروبا والغرب حاليا على الأقل لقد تمكننا نحن وحلفاؤنا من منع روسيا من ارتكاب المزيد من التصعيد نحن الآن في منتصف فبراير وكما ترون فأن الجهود الديبلوماسية لا تزال قائمة والجهود الديبلوماسية التي ازدحمت بها موسكو قد لا تخرج بالضرورة عن سياق إعلان الكراملين بدأ إعادة بعض من قواته إلى ثكناتهم فألمانيا التي اجتمع مستشارها أولاف شولتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق مساعيه لحل الأزمة الأوكرانية سلميا كانت طالبت موسكو قبيل وصوله بإجراءات فورية لخفض التصعيد فيما أسهب بوتين خلال اللقاء في الحديث عن أهمية التعاون في مجال الطاقة الذي يربط بلاده بأكبر شركائها التجاريين في أوروبا بيرلين وكذلك استقبلت موسكو وزير الخارجية البولندي والرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية زبيج نيوراو الذي تحدث عن وجود فرصة لردم الهوة القائمة بين الغرب وروسيا فيما لمح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى اهتمام موسكو بمواصلة الحوار مع الدول الغربية وعلى الأخص مع الولايات المتحدة والنيتو ولكن يد الحوار الروسي الممدودة قد تتناقض مع ما تناقلته وكالات الأنباء المحلية عن عمليات تفقد جارية لجاهزية القوات الانفصالية الموالية لموسكو في شرق أوكرانيا أو مع تبني مجلس الدوم الروسي نداء يحث بوتين على الاعتراف باستقلالهم عنها انضم إلينا من رود آيلند الجنرال بيتر زواك الملحق الدفاعي الأمريكي السابق لدى روسيا ومع من موسكو أندريا مورتازين المحلل السياسي والخبير في شوه روسيا والشرق الأوسط مرحبا بكما شكرا جزيلا لتلبية الدعوة ما الذي تعتقد يا أستاذ بيتر أن بوتين حصل عليه لكي نشهد هذا النوع من التراجع أو المزيد من الانفتاح نحو الدبلوماسية في هذا التوقيت الحساس نعم مساء الخير لك وللمشاهدين والسلام عليكم دعونا نرى ما حدث في بداية هذه المرحلة لا تزال هناك الكثير من القوات على الحدود وتموضع هذه القوات لم يتغير بأي طريقة رئيسية ويمكن أن نسمح لأنفسنا بالتفاؤل الحذر ولكننا بعيدون عن تهدئة حقيقية إذا شئت للوحدات على الأرض جيد أن الدبلوماسيين يتحدثون مكهون، الرئيس بايدن، بوتين، الكل يتحدث ولكن ولكن على سبيل المثال الانسحاب دعنا نرى ما حدث دعنا نصل إلى العشرين من فبراير عندما ما يسمى بالتمارين الروسية البيلاروسية تنتهي وكل القوات الروسية هناك تنسحب ماذا ستفعل البحرية في البحر الأسود؟ هناك الكثير الذي يجب أن ننظر عليه ولكنهم يتحدثون وهذا شيء جيد النقطة الأخرى سمعت أن الدومة صوت سنفرض لها مساحة بعد قليل أستاذ بيتر تفضل بالصبر إذا تكرمت لأن هذه النقطة سنعطيها مساحة أكبر خلال هذه الفقرة أرحب بك من جديد أستاذ مرتزين السؤال ذاته لحضرتك ما الذي حصل عليه بوتين لنرى هذا التحرك الإيجابي الآن برأي كانت المباحثات بين بوتين والمستشار ألماني أولف شولتس جيدة وأعتقد أن الانسحاب الروسي من الحدود وبعد انتهاء التمارين العسكرية هذا ليس بالنجاح السياسي هذا كان متوقعا من البداية أما طبعا بوتين وشولتس يحتماني بتخفيف حدة التواتر في الحدود مع أوكرانيا وأهم شيء بالنسبة لروسيا كانت المباحثات دمانات الأمن لموسكو التي نسيت بعد اختراع الحكاية عن الهجوم الحتمي على أوكرانيا التي كانت تروج من قبل الوصائل المغربية على مدى ثلاثة أجهر الأخيرة طبعا الأمر جيد أن هناك الوفاق بين الجانب الماني وهذا اللقاء الأول لرئيس بوتين مع المستشار شولتس وأعتقد أن المهمة الرئيسية بين شولتس وبوتين كان الموضوع الاقتصادي والتعوان الروسي الاقتصادي وتزويد المانية بالغاز الروسي برأي هذا كان الموضوع الرئيسي وهذا ما تعارضه الولايات المتحدة بالدرجة الأولى أظن أن الفكرة والحكاية ما يسمى بالهجوم روسيا للأوكرانيا كان الهدف الرئيسي هو قطع روسيا وطرد روسيا من السوق الطاقة ألمانية واستبدال الغاز الروسي الذي كان وارد الألماني باستبدال الغاز الأمريكي الليبيرالي واستبدال الغاز ما يسمى بالغاز الاستبدال روسيا واستبدال أهم الشيء أن كان الهاز الأمريكي في أوروبا هذا هو كان الهدف لكل الكذيب التي كانت تروج على مادة ثلاثة أجهر الأخيرة من قبل وصائل الإعلام الغربية أما النجاح السياسي موجود بلا شك شكراً للمستشار ألماني أولف شولتز الذي قال أنه ليس نية لحلف الناتو أن تقبل أوكراين الآن إلى الحلف ولكن هذا النجاح الموقت دعني أخذ تعليق من أستاذ بيتر قبل أن ننتقل إلى النقطة تالية أستاذ بيتر تفضل بالتعليق على هذه الإجابة التي طرحها أستاذ أندريو ومما درد الولايات المتحدة الآن عن أي مفاوضات جرت أو أي تفاهم جرى ما بين ألمانيا وما بين روسيا نعرف بأن شولتز كان قد التقى بايدن سابقاً قبل أن يتوجه إلى موسكو هل هناك تفاهم أمريكي على أي شيء تم نقاشه ما بين ألمانيا وما بين موسكو ردي على زميلي هذه الأزمة التي خلقها لاتحاد الروسي يمكن أن تكون هناك مفاوضات وأحاديث ولكن كما قلنا سابقاً من الصعب أن تكون هناك مفاوضات بنوايا صادقة تحت تهديد فوهات البنادق 130 ألف جندي محشودين على الحدود الأوكرانية هذا رقم واحد رقم اثنين الإيحاء بأن الأمر يتعلق بالغرب ومحاولات الغرب السيطرة إذا شئت على الإمداد نعم نعم هم أو نحن لم نحب نورستريم نتيجة للضغوط على ألمانيا المسألة لا تتعلق بمصالح الغرب النفطية وأنهم يحاولون أن يغطوا ألمانيا خلال هذه الأزمة الفكرة الأساسية روسيا تسمي هذه أزمة وجودية سمعت هذا الاصطلاح عدة مرات أزمة وجودية لروسيا روسيا تريد أن تجعلها هكذا لا أحد يريد النزاع والولايات المتحدة ووصفها بأنها محركة الدمى توقفوا عن هذا التحالف وثيق مع الناتو ويينس طولتنبرغ قام بعمل جيد ومثلنا جميعا كتحالف ناتو لا أحد يريد النزاع الروس بدأوا في سحب القوات هذا جيد وهذا يفتح المجال للمناقشات تفضلوا بالبقاء مع ضيفي الكريمين أود أن أستعرض معكم المزيد من المعلومات حول النقاش في هذه الدائرة ذاتها دعا أنواب الروس في الدومة الروسي الرئيس فلادمر بوتين إلى الاعتراف بانفصال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا الإقليمان يقعان شرق أوكرانيا ويؤيدان روسيا وشهدان مواجهات مع الجيش الأوكراني منذ ثماني سنوات إقليماء دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا أعلنان فصالهما في 12 مايو من عام 2014 بعدما صوت معظم السكان في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا يسيطر الإقليمان على حوالي ثلث أراضي مقاطعتين دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين والبالغة نحو 53 ألف كيلومتر مربع يقدر عدد سكان الإقليم إقليم دونيتسك بحوالي مليونين ومئتي ألف نسمة لوغانسك بحوالي مليون ونصف المليون نسمة الإقليمان تمتع تاريخيا بأعلى نسبة في أوكرانيا لسكان المدن والبلدات والتي بلغت حوالي 90% بحول عام 2014 ماذا عن أراضي الإقليمين هي أراضي غنية بموارد طبيعية أهمها ولسيما منها الفحم كما تتميز بالمنطقة بمستوى عالم من تطور الصناعات الثقيلة إلا أن الخلاف مع كييف وتدعياته تسبب في أزمة اقتصادية حادة وانكماش ملحوظ لهذا القطاع الشرخ بدأ يتسع ويكبر بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى وعدد من المناطق الأخرى أيضا الناطق الروسية في شرق أوكرانيا من جهة مقابلة عقب الإطاحة في فبراير في عام 2014 بالرئيس وقتها فيكتوريانوكوفيج والمنحدر أيضا من إقليم دونيتسك أعود مرة جديدة إلى ضيفين لنتساءل أكثر عن سبب هذا الطرح الآن ما هو سبب هذا الطرح الآن هل يساعد برأيك سيد أندري بأن يكون حلا مرض على الأقل لتراجع روسيا عن تهديدها بأي عمل عشكري وهذا سبب العودة من رجل جديدة إلى القواعد أو جزء من القوات إلى قواعدها الانسحاب من القوات كان مخطط فيما يخص الاعتراف بالجمهوريتين دونيتسك والوغانس هذا هو اقتراح من قبل البرلمان روس سمعت أنه كان مخطط ولكن أن يأتي في نفس التوقيت بعد مفاوضات مع ألمانيا إن كان مخططا فمن مصلحة روسيا أن تؤجل هذا الإعلان لأنه قد يجعلها تبدو ضعيفة فدعنا نضع قضية مخطط أم أنه غير مخطط جانبا ونناقش قضية إعلان الدومة فيما يخص الدونيتسك والوغانس يوم أمس كان المستشار أولف شولس في كيف ووعد الرئيس لديمير زيلانس إلى أولف شولس أن أوكراني في نهاية مطاف ستنفذ الاتفاقية لذلك ساحبت التشكيلات المسلحة من هذا المناطق وعودت حراسة الحدود لأوكرانيين اللي حدود بين دونيسك واللوغانسك وروسيا وكان هذا أمر سهل للتنفيذ سبعة سنوات ولكن لا رئيس بطر بروشенко ولا رئيس لديمير زيلانسك لم تنفيذ هذا الخطوة كان الوعد من قبل رئيس زيلانسك مبارح فقط على هذا طبعا إذا قامت السلطات كيف بالتنفيذ هذا الخط كان جميل وهذا سيكون ستكون البهائل بدأت لنهاية السرا الدخلي في اوكراني بين الفساليين وسلطات الكيف ولكن لديه شكوك شديد فان رئيس زيلانسك سيكون على تنفيذ هذه الاتفاقية وثانيا كنتم تتكلمون كثيرا عن مئة ألف عسكري روسيا في الحدود من جانب روسيا ولا كلمة عن مئة وعشرين ألف الجندي وضابط الأوكراني من جانب الأوكراني ولا كلمة في أي وصيلة على العمل الغربية لا كلمة عن وجود مئة وعشرين ألف الجيش الأوكراني من الجهة المواجهة طبعا هذا لا بإمكانك توجه لا كنت قطرح ذلك في عدة نقاط وكنا قد تحدثنا عما يجري وكيفية السعادات المدنيين العسكرية في داخل أوكرانيا هذا كله كان محطر لا أعرف متابعتك لربما لم تكن كثيرة لمنصات الحرة على كل حال أود أن ننتقل إلى أستاذ بيتر النقطة التي أثارها مثيرة جدا للاهتمام هل أوروبا تعلم أو كانت على علم بأنه سيكون التحرك الروسي تجاه هذان الإقليمان الآن بالدفع نحو انفصالهما بشكل رسمي هل هذا يرضي فرنسا وألمانيا أليس هذا يأتي مضادا لاتفاق مينسك الذي كان من المفترض أن يضمن بالنهاية على المدى الطويل عودة هذه أو بقاء هذان الإقليمان ضمن السيادة الأوكرانية أولا وبسرعة أود أن أتطرق إلى موضوع مئة مئة وعشرين ألف جندي أوكراني المنتشرين على جبهة طويلة في مواقع دفاعية هم في موقع دفاعي نتيجة للحشود الروسية على الجانب الآخر ثانيا الدومة وليست لدي الدقائق دقائق الموضوع ولكن دونيسك ولوهانسك إذا أعلن الاستقلال فإن هذا يتجاوز اتفاقية مينسك وإذا شئت هم يعملون على خلق ظروف تكون فيها اتفاق حكم ذاتي وإذا شجعوهم على إعلان الاستقلال فهذا سيبدو ومثل أفخازيا أو الإقليم الآخر وهذا يسمح للقوات الروسية بالتدخل في محاولات تشكيل هذه الدويلات والكل يختلف بشأن إعلان الاستقلال أشكرك يجب أن نتوخل حضر أشكرك جزيلا أستاذ بيتر زواك من رود آلند الملحق الدفاع الأمريكي السابق لدى روسيا أشكرك من موسكو أندريل المتزين المحلل السياسي والخبير في شؤون روسيا والشرق الأوسط وأدعوك أستاذ الدريل العودة إلى موقع الحرة بإمكانك إجادة الكثير من القصص عن استعدادات المدنيين حتى لحمل السلاح في داخل أوكرانيا وهذه القصص تعود إلى أكثر من ثلاثة أسابق شكرا لكم